الاستدلال بآيات قرآنية مثلا مثلا تتناول موضوع معين مثل شخص ناوله كتاب قال يا يحيى خذ الكتابة بقوة أو شخص مثلا تواعد مع آخر وقال له إنكم ترونه بعيدا ونراه قريبا أبو براهيم بارك الله فيك بالنسبة لهذه المسألة تسمى الاقتباس اقتباس آيات قرآنية وإقحامها ضمن كلام المتكلم يعني شخص يتكلم ثم يقحم آية قرآنية يقتبسها من القرآن ويوظفها في سياق معين هذا يختلف باختلاف حال الكلام وحال المتكلم فإذا كان المتكلم يقتبس هذه الآيات من باب الاستهزاء والسخرية والاستهانة بكتاب الله عز وجل فلا شك بأن هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام بل قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله إذا فعلا نوى الاستهزاء والاستهانة والسخرية بآيات الله عز وجل وهذا أمر محرم الأمر الثاني ما يتعلق بالآيات التي جاءت بخصوص أشخاص كأنبياء الله عز وجل فهذا أيضا لا ينبغي أن يوظفه الإنسان توظيف في عبارات لا تتناسب مع الآية القرآنية فمثلا ما ذكرت في قول الله عز وجل يحيى خذ الكتاب بقوة يحيى من هذا؟ يحيى بن زكريا النبي عليه الصلاة والسلام فكيف الآن آتي لشخص اسمه أحمد وقول له يحيى خذ الكتاب بقوة أولا يحيى خذ الكتاب بقوة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل وهذا كتاب بيدك هذا لا يليق توظيف هذه الآية أو اقتباس هذه الآية وتوظيفها ضمن هذا السياق وهي آية نزلت على نبي من أنبياء الله الخطاب له الخطاب لهذا النبي هذا لا ينبغي كذلك مثلا في قول الله عز وجل وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي هذا الخطاب لموسى عليه الصلاة والسلام الخطاب لموسى ولذلك أنا أنصح بالابتعاد عن مثل هذه الأشياء وطبعا هناك أشياء كثيرة يعني جاءت في القرآن ممكن أن يقتبسها بعض الناس ويوظفها ما دام أنها نزلت في أشخاص أو في أعيان معينة هذه ما تنسحب إلى غيره وهذا يعد من العبث أما اقتباس آيات قرآنية مثلا تدل على معنى عام يوظفها الخطيب يوظفها المتكلم المتحدث وهي تدل على مثل مساء العامة ما في بأس ما في بأس يعني مثلا في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم أبو بكر الصديق كان يخطب فمر بكلام أو قال كلام فاقتبس آية قرآنية ويوظفها يعني أظن قال وللظالمين أمثالها عفوا وأقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هذه ما في بأس لماذا لأن هذه عامة ما جاءت بخصوص شخص مثلا عثمان رضي الله عنه كان مرة لما في الفتنة قال رضي الله عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت فهذا كلام يصلح أن يقتبس ويقال يعني مثلا مثل هذا أيضا الكلام الذي ذكرته إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يعني هذا أيضا يجوز مثلا لو تكلمت أنت الآن وقلت مثلا والله يظهر أن يوم القيامة قريب فقال شخص لا لا بعيد قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يظهر لي بأن هذا لا بأس أو في الخطبة مثلا يعني شخص يتكلم أو شخص مثلا يبشر بشيء إن الله عز وجل نصر الله قريب وفرجه قريب ويقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا من باب الفأل من باب إدخال البشر والسرور على الناس يظهر لي بأن هذا لا بأس به